أسلامكم الناس كله ورحبا بكم إن شاء الله تكونوا بخير في خيار الخير جيدكم اليوم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم ونريضاكم في برشة إفادة إن شاء الله تتفرجوني في للخرع حصلوا لبنائت مع بعضنا الناس كونوا صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه هيا نبدو في الفيديو كما شفتو يا لبنائت خلت للصالة هي نظيفة مني من نامس عملت لها كتنظيفة بالقديم وروتين بالقديم معلتها وكل نظيفة جيدة مش نعملها تنظيفة خفيفة البارح ما صارتش فيها بالقديم شوية بركة خطر من منتج الفيديو صارفاها كالراجلي أما قلت ما أكلم القسانات كلهم قلت خلين رجلهم ونستويهم كيف يقعد فيها هو يمد ها يتكى منها حصلوا يدخلوا بعضهم ولعبوا صغار بحدها شوية ودخلها بعضها شوي يعني واحدة من الناس كيف نقعد في الصالة ونستحضة هيكة على النظام وحتى كي بعد سهريا ننظمها هيكة بش نقول بش الصباح كيف كيف ننفيقها كنا نلقاها معلتها نضيفة جزت كان عملها كنسة ولا مسحة ولا اللي هو هو كهو نحنا نسيدي محارصين على النظام تيكهو لهن يا كهو حتى بك الفطور هذي عملت له هيكة مسحة خفيفة نضيفة لبنات والله ستكوني راحة نفسية كي تبدو مثلا امس عملت مثلا تبدو قبل بنهار عملي الروتين بلق دي بلق دي تسيقوا كل شي ميناج كبير وصباحات كيف تتفقوا منه متاجدوا كالدنيا وزيت نضيفة شعور نحسوه من الزبوء ونصفوه بصراحة المهم يا لبنات هاقم على الفيديو وشالله حتى انتم بتتحفزوا وتنشطوا ويعجبكم الفيديو تستمتعوا بالمشاهدة لبنات قبل كل شي بالله نحب نقدم تحية كبيرة 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 برشة 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 وبوسات مرصوصات المتبعين عند المتتبعين صغرونات يهبلوا نشوفوا اللبنات اول تحية نحب نقدمها لزوز ابنيات صغرونات اسمهم رانيم واختها مريومة ونقدم تحية لامهم زادة ربي بركلها قلت لي قداش يحبوك ابناتي والله هي اللبنات صورية بنتها هي امها تتفرش فيها على التلفزة معنتها تتفرش القناة على التلفزة شوفوا اللبنات نقدم لهم تحية ونبوسكم برشة ونقول لكم ان شاء الله ربي يفضلكم لبيمتكم وان شاء الله ربي ينجحكم وتحية الاخرى لبنات نحب نقدمها زادة متتاقها لبنات في قفصة ونحب نقدم تحية اخرى زادة لبنات صغرونا اسمها جورة مصبية روحة كيفي هاجر شانة نقدم لك تحية يا هاجورة ونبوسات برشة وتحية الاخرى زادة لبنية من هنا من المارس حتى هي صغرونة تتبع فيها نقدم لك تحية كبيرة برشة برشة وانت براكم متتبعين الصغرونات راني قداش نحبكم نموت عليكم خاطر محبتكم صافية وصادقة ونقدم تحية زادة لكم كل اللي تتبعوا فيها نحبكم برشة 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 كهو هذو ما تحية اللي حبيتنا معنتها ان نوجهها نحبكم برشة ارانيم ومريومة وهاجورة ولبنية الاخرى المن مارس نقدم لكم تحية بلقدي بلقدي هذو ما اصغر متتبعين عندي المهم لبنية طولة هنا خرجت لكال نتعارك عاملة تحديوني والتراب والغبرة متاع لبنية طقص معانتها هالنهارات تراب قال لي راجلي انت توا بش تكنسها و بش تتمسي ولا بش تصايقي كان قبل معاملة بش تصايق معانتها حتى غضوة هاللي قالوا فما شوية تراب و قلت لخليني نكنسها من الجمش خلا هيك بصراحة معانتها بصراحة من الجمش حتى يطلعوا يزور التراب في الدار وكل شيء من الجمش تخلا هيك بربي مرا هيك في دارها يبدو دروش هيك مصخين من الجمش او هامس ما هو جين نهار عجيش نوكل نسها و نس برا كان نهير كذا كان هو جين مغضوة جين هار عجيش هكا من نسيقش كان هو جين هار به و نعملها تصيقها و نعملها تصيقها عالمية و كهوش نعم والله هي البنات و خير دنيا ربي يقدر الخير و امطر صبت شوي بركة مشكل بالصبت شوي كان طولت بالقدان الجمعة اللي فاتت راي صبت معانا راي رودت معاناتها الارض مهي صبت شوي بركة ربي يقدر الخير و تصب الامطر و ان شاء الله ربي يرحمنا كيبا قلت لكم والله توحير الدنيا قبل في ديسمبر كنا نلبسه في كبابة كبابة كبوت كبوت ولا دودون ولا حاجة هكا متاع برد برد توا الناس تدورهم صيفة في ديسمبر سبحان الله و الاراجلي و الدي يلبسوا في مرة و النص ساعات في الدار سبحان الله معانتها التقصم ربي قدر الخير و ربي بيتها في الرضاء و ربي ان شاء الله يرضى علينا خطر بسرحة دنيا ما تعجبش بسرحة كل شي يتبدل كل شي ولا بالمعكوس و ان شاء الله ربي يقدر الخير يا لبنات اللي باهي تقول لبنات اللي هنا بعد ما قدست الدروش كما شفته و نظفته توجد هنا الكوجينة اللي عندهم صغيرات بيبيات و يحبوا بشي و يدخلوا لهم الماكلة مثلا كالعمارهم كل صغيره كيفاش فما امهات يدخلوا لصغيراته و الماكلة من عمر 4 شهور و فما اللي دخلوا لهم من 6 شهور باي هو احسن حاجة دخلوا من 6 شهور الماكلة فهمتوا اما كي يبدأ صغير الا في حالة كي يبدأ صغير مثلا موش بك في حليب امه ولا الحليب الصناعي ولا هيك ضعيف ولا كذا بطبيعة حسب الطبيب تهزل الطبيب متاعها و يقول اللي هي قرر لها فهمتوا اما بش نبدا البنتي نعطي فيها الماكلة وصغير طبيعي مثلا كي يبدأ ميزانة 5 كيلو ما اكثر هيك يبدأ 6 شهور مثلا اربع شهور يبدأ خمسة من خمسة كيلو سيبوان تنجمو اتوكلوه اما اللي بنات بش تعرف صغيرك مثلا ولا الامهات بش تعرف صغيرك تنجمو توكلوه ولا لا فما علامات زادها كانتك مية ختم التي تقرأ خيتها شهور يفعلها لديها أثلي تقرأ بش . تقرأ بالشهور تقرأ هذه المعنية تحزيل الطبيب تقرأ في هذه المعنية مقلقة التقرأ بشترك وحيث في مباشرة ختم معين لدي لدي المعون هذكا بش نضيف بش نرجع على البلايسطة وعندي معون زادة بش نقص لها كمع الفيديو وش نحكي لكم كيفاش معنا تعرفوا صغيركم ان هو لازم ياكل فهمتو مثلا اللبنات كيفتاهم بعد واريكم حتى بنتي في اخر الفيديو مثلا كيتحطوا الصغيره وتنجبوا تقعدوه مثلا يقعد عادي اه ماشي مش يقعد واحدة حتى كيتحطوا له المخاد المهم يقعد فهمتو وإلا مثلا كيما نقوله النجم يهز رأسه مش كيبا قبلي من نجمش صغيرك بتقية رأسه ما نجمش تحكم فيه تاوي نجم تحكم فيه شوي نسبيا مع فهمتو ينجمك يتحكم فيه باي ونجم يشد الحاجة بيدك حاطك طيحة مش مشك المهم ينجم يشدك الحاجة بيدك ولا يهز حاجة وحبك يلكلكها لو يحطها في فهم ما فهمتو وإلا زيادة كي تبدو تاكلو ويبدأ صغير يكبح ذيك البيبين بتاعك بح ذيك يبدأ كيشوف الماكلة ولا ملهوفه على الماكلة هك هذا كراو صغير وقيت هذا يحب حتى هو الدخلي للماكلة نورمال فهمتو هذو العلامات اللي تعرف بيهم صغيرك ياكل ونجم الدخلي للماكلة ولا لا فهمتو وبالنسبة للصغيرات كان بيش دخلوا الماكلة اربعة شهور ولا خمسة شهور ولا ستة شهور اللي بنات وردوا بالكم تعطوهم حاجة فاها حتى ولو نسبة قليلة حتى ولو نسبة قليلة يزم تكون لأي ماكلة مش تعطوها لهم يزمها خالية من السقر تماما خالية من الملح تماما فهمتو وردوا بالكم وفي الطبيعة اللي بنات حتى كتدخلوا لهم مثلا الماكلة الرضاعة الطبيعية هذيك لازمة خطرت قول مناعة وباهية برشة للصغيرات لنافحها رضاعة طبيعية ما فهماش كيفة في الدنيا واللي يرضعه واللي يعطوا لصغيرهم في الحليب الصناعي معناتها في الحليب الحكة زادة ما يقصوش أعليها معنات فهمتو الرضاعة الطبيعية ولا الرضاعة الصناعية معاها بطبيعة الماكلة اللي بيش دخلها خطر الماكلة موش منها لول بشو اللي يأكلوا كل شي بش تعملوا علي خطر الماكلة بش ندخلها لصغيرنا البيبين بتاعنا بالتدريج بشوية بشوية فهمتو وحاجة اخرى لبنات لازمنا نرقزوا في في ماكلة صغيرنا لازمنا نرقزولها على المنافع القيمة الغذائية بش نعطوها لماكل لازم تكون غنية بالالياف البلوتينات بالحديد بكذا فهمتو لازم نرقزوا نعرفوش نعطو لصغيرنا بش نقول المناع نحن هو الماكلة متاع الصغير بش ندخل الماكلة مش هكو بش يأكل وكهو لازم نزادة نهتموا بالقيمة الغذائية متاع الماكلة بش نقدموها لصغير اللي بنات راني مانيش لا مختصة ولا حتى حاجة في الحاجات هذومه مي هذومه حاجات عندي اربع صغيرات ما شاء الله معنتها الله يرحمها الاخرى كل مي ربيت اربع صغيرات من لول ماكلتهم معنتها وكل وهذا ينسمع فيه الكلام من الطبيب مطبيبة متاعي متاع الصغار من 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 اختي زاد حتي ديما العيشة في فرنسا ديما تقولي زكية كذا 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 قال كذا وبطبيعة راني ديما انثقف في روحي وان ديما وعندي طبيب انتبع فيه ونسئل فيه ويجاو فيه الحمد لله معنتها اه مضطق في روحي علم شو يحب معنتها شو ندخل صغير شو كذا هذي يرا حكم تجربة اه معنتها نجموا شوفوا تاو عندي افضل شن سنين معالسا اقولوا عشر سنين تجربة عشر سنين مع صغيرات معنتها شوفوا معنتها الواحدة اللي مرأة الام دي مرأت بطبيعة مش كما الام تبدأ عندها صغير ولا زوزة عندها تجربة مش كما ام ما زالت كي بادي ولا ما عندها صغار فهمتوا هذين نحب نفيدكم بالحاجات اللي فادتني في صغاري ماشاء الله صغارة يجوا بالجدي магنتها. قمشا الله. معنى اعرفت كيفش ادخلهم ووقتناش ندخل به من الماكلة. ا tit virus. ادخلين بالماكلة وقودت لهم مناعتهم بالماكلة. بالطبيعة ومعها رضاعة طبيعية. خطر رضا tiếp دي ما صغيري ما عنديش صغيرو ما رضاحتاش اقل من عام وتسعة شهور. معنى عامين عام وتسعة شهور عام تسبعة شهور هكا. فميت. معنتها عام وتسعة شهور عام وثمانية شهور. اي هكا هكا. معاندها ما رضعتش اقل من عام وثمانية شهور فهمتوا اقل شي هذا وان شاء الله ببناتي هذه بشتراضحها عامين كاملين بقدرة ربي كان حياتنا حيانا ربي ان راضحها آآ نكملها حوليني كاملين المهم اللي بنات عاول هنا نغسر في المعور وتوا بش نقول لكم آآ معناتها كيفاش ندخل الماكلة البنتي بش نعطيكم لبنات مثال مثلا انتم بشتدخل الماكلة الاول مرة فنا نمشي نقوله بش نعمل بطاطا كما عملتني اليوم البطاطا هذيك بعد ما تطيبها فمي صافية آآ متهرسها بلق دي بلق دي معنات تراباها مليح مليح وببعد كان في ظلك شوية مية من هكا الطيبة ايفاع آآ معناتها حلاها شوية مية متخليهاش يابسة شوية بيش صغير كني خطر ما زال صغير كان عمرها خبسة شوور ولا ستة شوور ولا حاجة ولا ربع شوور بش نجم يأكلها تبدأ سوب نجم يعدها فهمتو؟ ومثالا تغطيها لها كاكا وال ماك والبطاطة هذيك يعطيها لصغيري مثلا مش غدوة تعطيه اليوم بطاطة غدو تعطيه ت restaurpeso دي بطاطا وغدو تعطيه سفننار بعض غدو تعطيه مثلا ما عادعه حساسية من البطاطا ولا من تستو الصغيرنا نرقبوه كان مثلا ولا ولا البوم بتاعها مثلا لونها احمر وإلا مثلا كان انطفح جلدي كي ما نقوله ولا كان رجع ولا كان رد ولا كان كرشة تحسست ولا حاجة فهمتو هذا يكون نعرفوه نعطوه ونعطوه بكميات صغيرة فهمتو مثلا البطاطا هذيك مش نقسمها على ثلاثة مرات مثلا نوقل منها مثلا نوقل منها بنتي الصباح وقلها مثلا من نص النهار وفي الليل مثلا عكاك ولانو نجم الوجبته نقسمها على اربع مرات وبالطبيعة ديما مع الرضاعة الطبيعية ديما مع الرضاعة فهمتو اه ومثلا بعد ثلاثة ايام تحب تبدلي بدلي ما يسارش ماك عطتيه ثلاثة ايام عطتي صغيرك ولا بنتك ولا حتى ثلاثة ايام من سفنارية ما تحسش منها يعني تحب تبدلي مثلا المرة الجاية تعطاها سفناري اعطاها بطاطا تحب تبدلي سفناري البقس في النارية كيف كيف زادة طيبها في الماء كيما طيبت بالضبط وربيها مليه واعطي لي صغيري اه وما تقوليش تاو محبهش الصغير صغير رغم يعرفش زادة ان الصغير البيبي بتاعنا ما يعرفش المطعم مثلا للحاجات الاخرين بش تقولي ها محبهش الصغير ساعات صغير ما يتقبلش الماكلة مش اللهم رغمها تقولي انت طعامها مثلا ماست ولا ما فياش اضافات لفاها حاجة مش تبننها مثلا ما نقولوش بن ولا حاجة لي هذاك بالنسبة لك انت خاط انت تاكل وتعرف المطعم وكذا عميل صغير رغم يعرف كان حليب اما كهو ما يميزش معناتها هاكا موكل الصغير ما مثلا ما تقبل هلكش اصبري عليه زيدي شوي وزيدي يعطيه منها اصبري سبعتين ثلاثة وزيدي بر يجربي معه رهلوا الامومة وصغيرك مش يتقبل الحاجة رغم لازم اصبر يازم تكوني معانتها بالك واسع اا واسع بالك بارشة مع صغيرك معانتها لازم طولت بال كي ما يقولو ما يقبل رأس اللي بيش يبرأس فهمتو؟ ليهن اللي بنات حتنقصوا على الموضوعنا ونرجعو له اللي بنات هنا فما شكون قاتلي حتى هي زكي يكيد طيبي اا مرقى قولينا كيفش طعم له فهمتو؟ هاكا عليش تلبية اللي طالبه متتبعاتي الغاليات اللي عزيزت على قلبي اي حاجة راهم تطلبها مني على عيني وراسي بطبيعة اللي حاجة اللي ما نجمهاش ولا مستحيل عليها اما الحاجة اللي من نجمها والله هي اللي بنات لانا بخال حتى واحدة فيكم قالتلي زكية حتى الطريق تكفل في مرقة البطاطا تعطيها فهمتي؟ ولهذا حبيتش نقولي كيفاش نعمل هذية لمرقة البطاطا بايلي هني قصت عندي كعبتين كعبتين طماطم معنتها فرشك كان ما عندكم بش طماطم فرشك مش مشكلة باني اذا كعبات قلتها يافز دول حاجة حطيتهم فهمتو؟ وهما لما حالا رايز يبنوا وثاني حاجة باش ما تعمليش زاد الطماطم الحق برشا فهمتو؟ تقليل فهمتو؟ اا وكل باهي قصت كعبتين طماطم كعب وقصت آآ البصل وقصت مثال من زوزلو ثلاثة روس انتي والكبرو متاع راسو متاعك فهمتو؟ وتولي هني هذو ما خمسة ستة سننات تكاثو آآ زاذا كيف كيف حاطيتم مع البصل لها ذاكا وبوش نصب عليهم الزيت وبوش نفوح آآ حوار مخلط التابل مثلا وكروية شوقفلفل لكحل ملاح آآ شنو آخر عملت شوي زنجبي المرحي دي ما نستعمل فيه اللي عندهم لبنات حتى مشاكل متاع بلغة مولا في صدرية معانيتها يستعملو في ماكلتو مراهو باهي برشا اللي هني عملتك مغرفة مغرفة باهية مع بغرفة مطبعت بمعانيتها وعملت هني اشترا مغرفة آآ هروس وبوش نخليهم نجليهم نجليهم شوية مع بعضهم وكلو وكركم بالطبيعة نخلي نجليهم بالجدام مع بعضهم بعد نزيد كابش ازيدوا لحم ولا تجاج كي ما تحبوا انتو بالطيب والطبيعة ونخليهم يتجلوا مليحم ليحم بعد عندي شوية آآ حمص بوش نحطوا عام شوية حمص الحمص بتاعكم آآ كان انتو بش طيبوا باللحم معناتها بزايت شوية مية بش طبيقكم اللحم كان بتجاج تجاج فيسها يطيب هكلا ماذا كي يبدأ الحمص مثلا طيب شوية آآ خير فهمتو وخلوه على النار هي كمت واسطة وخلو آآ وصبوا بطبيعة بعد ما تحطوا الحمص صبوا زادة المية بتاعكم ماذا بكم المية يكون دافي ولا صخون آآ فهمتو جي ماكلة أبنوا خير بالطبيعة آآ هذال هنا حتى نسيت قبل ما نقول لكم ماذا آآ بش نجلي معاها بزادة حتى شوية صلق هذا آآ آآ بنينة برشة بصراحة جي بي وما قم بتعرفوا فيه الحديد وكل شيء وباية لصغيرات ناس استغلوا اي حاجة فاها فايدة لصغيراتكم خلي آآ حطت منها شوي بش يتجلى معاها اللي بصلوا ول وتماطب والدنيات هذيك الكل والهروس وكل شاي وش نجله شوية لطماطب اكعب متاعنا هاك هون بعد قط لكم لمبنات نمرقوهم بالمية ونحطوا الحمص ونحطوا بطبيعة جاجة متاعنا وبعد ما يأخذ غلوا باهية بالكديب بلكديبش نحط البطاط متعيت هتشوفوني بعد لمبنات فهمتو وخلوها تطيب سلة سلة وقعه اللي تطيبة على روحة أنا متوسطة من مكل تطيبة على روحة نزيدوها شوي قرين فلفل كانت تحبوك تشقوه هيك تحطوه تحبو تقصوها اني شو نقصك الطريفات تحط نحطها كيما تحبو انتم والله البنات جيكم بنينة بنينة عالمية وما تكثروش بطبيعة فيها الملح للمرقب بتاعكم مش بتجيكم مش مالحة المهم تبدأ معدلة حتى كي تجيكم مثلا مسوسة من بعد جيدوها شوئي ملح خير ما تجيكم من لول مالحة فامتو باي البنات اللي هناك طابت البطاطا بتاعنا اه ماذا بكم دي ما اعمل كميات صغيرة خطر راهو كي الحاجة هو لما حال في منسية ربي عينهم يبدو يخدموا يخبوا الحاجة في الفريق ومتاحهم وكل ولا في الفريق دار بيش يلقوها وكل هو راهو تنجموا اه اما راهي القيمة الغذائية مش كيما تبدأ فرشكته مش كيما تبدأ مثلا نكون جيلة ولا حاجة هذي حاجة ظاهرة ونس قلت عرف فهمتو امل تبدأ ملزوزة بخدمة ولا حاجة مش مشكلة اما كي تحاول كي تبدأ في الدار ولا حاجة تستغل دي ما تعمل حاجة طازة جاء وفرشكة لصغيرة فهمتو من كالهنين كان جلي فيه ما كم جاعدين تشوفو ام كاملوا موضوعنا ايا لبنات على بخصوص وشالله يستفادوا منها برشة امهاتي يا ربي خاصة امهاتي جدد واول مرة معنتها اي اي او الاول مرة معنتها لي اي 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 او الاول مرة معنتها لي اي 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 يقولو فهمتو باهي لبنات اا اا اتنجمو زادا تبدي لصغيرك ايما ببطاطا كيما عملت كيبا عملت تالي تول وإلا سفناريا وإلا الجرع الأحمر وإلا كالجرع بطل الزينة وكيبا تحبوا انتم فهمتوا المهم طيبهم اللي يحمليك وطيبهم فيما ينظيف وزيدهم مثلا كي يبدأ صغيرك فوق ستة شهور تنجمي مثلا السفناريا والبطاطا تزدي معاها شوية بركة غرفة صغيرة ربع غرفة صغيرة زيت زيتونة ودخلطي وتعطيه صغيرك ياكل ما تكثريش بعد ستة شهور نجمي تتعمليه بأمان فهمتوا وصغيرك كان هو ما زال ما غلقش ستة شهور رد بالك تعطيه مثلا الحليب البقري ما تعطيش الحوت المحار ما تعطيش الكاكاوية ما تعطيش فهمتوا برشا حاجات ما يتعطوش العصير العصير المنبرها هذك في مواد حافظة الاحسن اللي زادة لا فهمتوا المرقاز والسلامي ورجم بوقع الحاجة كل معلبة والمصنعة لكلها لا رد بالك هاولي هني نوري فيكم في القوام بتاع البيرين بتاعنا ولا في البطاطا بتاعنا اللي اللي بش نعطيها البنت يشوف القوامها كيفية تنجم تاكلها بسهولة فهمتوا ولبنات ما تتصدموش كي يبدأ صغيركم ما ما تقبلوا لكمش الماكلة من لو الخضرها الصغير ساعات يبدأ تاعب ولا عندها الجاز يكرشى ولا يبدأ يطلع مثلا في في السنين ولا حاجة هراه وتبدأ شهيتة آآ معنتها مهيش قمي الفوق فهمتوا اصبروا عليه خلوك يبدأ صغير يبدأ مهوش ناعس مهوش متقلق ما عنداش مثلا نجاز ما مهوش مثلا مواصخ فيه كوشة ولا حاجة فهمتوا يبدأ مرتاحك اعطيه واصبري عليه لازم بارشا صبر هنفسر لكم الهني قلت لكم على البطاطا لازم تكون تزيدوك شوية او لبناء تنجوه تزيدها الماء وإلا تزيدها حتى الحليب يا اما حليب حليبك انت كأم وإلا الحليب الصناعي اللي استعملي فيه التنجوه يزيد تزيد يرا حتى الحليب امرد باكم كما قلت لكم الحليب البقر لا اي الحليب طبيعي من برا لا الا حليب الام ولا حليب الصناعي فقط ولبناء حاجة اخرى ما تخافوش كان صغاركم ما اكلوش برشا مثلا انت مثلا حاطتي لهم غرفة بشاكلها هو كليك النصفة مثالش عادي جدا فهمتو خاطر رأس صغير ماء تصغرونة معنتها اي حاجة يا كلها مع رضاعة طبيعية تكفيه فهمتو والماء كيدا تبدي انت هو الماء التي تعطاها معنتها اللي تبدي توقلي في صغيرك مثلا ستشهور بعد ستشهور بتعطيه الماء مثلا بعد الوجب اعطيه شوية بكمية كان اقبل الماء بش يشرب خليه يشرب مثالش كان مقبلش ولا محبش ما تغص بش عليه فهمتو والماء كل اللي مناء تراه تنجم مثلا انت هو عملته ثلاثة ايام مثلا بش تبدو البطاطة ثلاثين بطاطة بتشوف منها الحساسية سفنارية كذا كذا وبعت نجمي هاكا اخوة الصغير بجد يكبر كل مرة بشوي 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 مثلا تنجمي تعامل البطاطة معها السبناخ تعرفوا فوق السبناخ لحديد وكذا فهمتو اه مثلا تخلطي البطاطة معها سفنارية هكا بشوي بشوي اللي بناء تنوري في ها دوما ها دوما ها دوما ها دوما ها دبوات هادوما نعمل فيه في جوبات متاعم ماريما بنتي مشهنا نعملها فيهم هادوما عملت فيه مقبل المرومة هيا صغيرة اما هما كالتهي توب علىاخر هما منفرانسا هادوما هما كالتي متاحهم تابل وهذا هدي كي نخرج البرة حسنتو ما الدنيا مثلا الدنيا باردة اه اشتي وكل ما تقراش الماكلة مش كما في الصيف هذو متحطوا فيها شو مقسمة هي كتحطي مثلا اه مثلا كنا صغيرك ياكل ما مثلا سبعة شهور ثمانية شهور تسعة شهور يبدأ ياكل جبن ياكل بطاطا ما فهمتوا ياكل برشة اصلاف نجح مثلا تحطينا فالفروم ماجبت واجبتها اللي مش ياكلهم وتبدي ماشي البلاسة كل تحطيهم في هذيك وتهزيهم فهمت اول حاجة بتاخد لكش البلاسة وباهم قسمة انا كل 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 واجبة تحطها وحدها فهمتوا والابنات حابتنا نقول لكم زادة اللي اللي مش يدخلوا الماكلة الصغير مثلا عمره من عربعاش شهور خمسة شهور ستة شهور ما فوق فهمتوا فهم ما زادة واجبة نعمل فيها الانصغار يبنينا برشة لبنات وتزيد المناعة متاعها الصغير وبصراحة فيها برشة فيتامينات ومعاد النباهي للصغير وتقويه وكل شي فهمتوا شوفوا اللبنات قبل ما نقول لكم على الواجبة شنية خلي نقول لكم حاجة اخرى زادة لبنات هذو هذو ما نعقم فيهم حاطت لهم اغلت لهم المي وحاطتهم فيهم على المغارفة متاحهم والمغارف لبنات ردباكم يتوقلوا صغيركم مدام ما عنداش السنين ديما متاع الفرماسية هذو ما هذي الحديد لاختر ساعاتي معانتها معانتها يا صغير متعرفوش كاي متاظر باش في لغبة معانتها المغارفة هذيك الحديد ولا حاجة المهم انتو بشت بوري فيتل بشكل هذو ما كل ديما ماذا بيكم هكا لمغارفة من فرماسية هذو ما ولا بلاستيك المهم واكلوه بالمغارفة هذو ما صغيركم خير فهمتوا هذو ما والله متاع من رومية صغيرة مستحفظة بهم فهمتوا هكا قاعدوا عقمتوا مليح وصبت فيه حتى شوية خلهم بعد نجد نعملهم تشليلة اخرى ونشفهم مليح ونحط فيهم الماكلة متاحهم ديما عقموا راهو التعقيم بها خاصة مع الدنيته ومعاشك مقبل للصغير ولو صونسي صغار كنا ولو صونسي بالمعلد كيفاش بصراحة لازمنا نستحفظ على صغيراتنا لماكسيموم فهمتوا وربي يحفظهم ان شاء الله بها الوجبة هذيه مثلا تحط مثلا مش لنا اعملها بكمية صغيرة مثلا كاس 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 صغير روز نفخيه كمدة نصف ساعة في الماء وبعد اغسليه كمليح حمليه وسقدر اه بلقدي بلقدي ومبعد طيبي مثلا انتعملتي كاس طيبي في زوسكي نفس الكاس وطيبي في زوسكي سان ماء صافي ماء منظيف المهم طيبي خلي يغلي لان يطيب بلقديه لان الرز متاعك يطيب بلقدي بعد ان يطيب الروز بلقدي بلقدي وحطي فيه شوية موز فهمت شوية بانان وحطي فيه شوية بانان وحطي المكسر بتاعك رحيم بلقدي 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 فهمتو أرطب برشة فهمتو لجب الصغير يأكله بسهولة خلطيه كمع بعضه وعطيه لصغير بتاعك نجوة توقليها لهذه الوجبة هذه على نهار كامل أمره تبريك تخزني خطر برشة منافع متاعها وتمشي معانتها الوجبة هذية فهمتو وانا فهمتو نقول لكم هذو منزوز باش نعطيوم لها بعد وهذه باش نعطيوم لها في الصحفة باش نفرقهم في صحيفة صغيرونة ونعطيوم لها تاوهي هي هيراكدة اكيد تقريب تطفيق تطفيقية معاشة طبطة برشة خطر ما فيه الكفاءة يعني فهمتو شوفوا الابنات الهيني طبان وانا رجعاني معانتها بين هذا وهذا هكا الفيديو المهم الابنات خطر قاعدة نطيفه في طوريا وعلى بكري بالطبيع هذي المرقة بتاعنا هاي حضرت والله الابنات جدت على المفوحة فاوحة وابنينة وريحتها زكية رشدت على من فوقك شوية مع الدوسة وانا ما عندنا كان نجل حضرت في قاعدة تصبح نحط شوفوا الابنات والله محلها صورة تحكي وحدها وهذي هي المرقة بطاطا زكية بطريقتها كيما تحبوا انتم تعملوا فهذه والله بنينا بالجدي بالجدي والله يا البنات ما شاء الله هذي هي طريقتي دي ما معناتها من بدلهاش وتحبوا تعملها بالحمد تدقو الصوهكة وحملها بالحمد تحبوا بالتجاج باللي تحبوا انتم جيكم ابنينا هذي هي طريقة امي رقبل دي ما تعمل فيها تعلمتها كأمي فهمتوا هذا هو فطورنا لليوم عملت معها صلتة خص وحمد لله اللهم ادمها نعمة واحفظها من زوال قادرا لصولنا المنطقة اتنجوا لأبناء مريومة مصورة وحدها بغر دعم، بطبيعة وحدها اما ما يتطوّل برشاة اما هذي صغيرة أما كي نحب نقعدها بالجدي نعملها مخاد ونعملها كفير تمتاحها ونخلها تقعد كي صغير يبدأ يقعد كما هيكه يدخلوا للماكل أمنا نعمة وحفظها من الزوى قاد رسول الله الله عليه وسلم يا ابناء سم الله وقل من ميانين لك وقل من ميانين لك لا كلاه لا طعا بسم الله جهودة ومرومة مريوبة أخذكم اليوم أول يوم مشتاكم إن شاء الله صحوا برحل البيتي وهو بسم الله عزة ما شكرا شكرا هيا يوقليها باربة جماعة ها قم شاهدوا يلي لابنات حبت نخلي سوفينيرها أول مرة تأكل مريوما بنتي الماكلة كله وخواتها فرحانين بها مرة توقل فيها مرورة مرة بتشكلها جهودة ونوقل فيها ومرة نوقلها واحدة كل شيء المهم هي متقبلت الماكلة لبنات تقبلت بلقدي بلقدي صحيح قلت كمية تقليلة بطبيعة ونزالت مكل أما ما شاء الله معنتها سبق متقبلت الماكلة والحمد لله ونقول لكم حاجة دي ما نسيت ما قلتها لكم مش لبنات كيف تبدو أول مرة في الماكلة أبدو لصغاركم بالخضرة قبل الغلاء خطر الصغير كان استرس بلغلة خطر حلوة فها صقر طبيعي كي تسترس بها يبدأ حب كل حاجات الحلوة وبعد ما يتقبلكمش الحاجات الخضرة وحتى كي يكبر دي ما يبدأ يميحل الحلوة أكثر ماذا بينا نميحل المالح أكثر فهمتوا؟ معلدة الحال الخضر خير من ما يميحل الحاجة الحلوة فهمتوا؟ وردوا بيكم الحاجة هذية والحاجة حتى كان محباش اليوم تحبها غدوة ما يحباش غدوة يحبها بعض غدوة دي ما كروا قلتلكم لازم برشة صبر مع صغيراتكم باش يتقبلوكم الماكلة لخطر ما تقولوشها ما عجباش غلين زيدها كذا ما تجدو حد شيء فما حاجات تتعطاها في العمرة 14 تتعطاها فما حاجات في العمرة 6 شهور فما في التسعة شهور وفما في العام كل العمرة يكل فيه صغير وإن شاء الله ربي يحفظ لكم صغيراتكم إن شاء الله ربي يخليهم لكم صدقوني حمد لله على نعمة الأمم صحيح وفاها تعبوا وفاها برشة حاجات ما أحسن لحظات المرأة اللي تعداها مع صغيرها لازمها كل مرأة تستمتع براضاعة من صغيرها كل صغير عندها سوفينير عند مامة كيفاش رضاع كيفاش كان كيفاش كيفاش معناتها رشط كيفاش حركات اللي عملهم كيفاش فهمتوا؟ وفاقوا ومعناتها استمتع بكل لحظة معها ببياتكم مع صغيراتكم والله حاطر رايي إلى أيامات مايدومش مايدومش يا فالدنيا هذي الليبنات فيسع فيسع بش نقولكم على الوجبة اللي قلتاك من رايي مانافع عمتاحها بارشة بش عبتش جيت فيسع نذكور لكم شوية منه قلتاك من الوجبة قلتاك من الراز والموز والبانان رايي باهي اللي كان صغيرة لديهم عسر الهضم ولا الاسهائل ولا حاجة فهمتوا كرش متجري ولا حاجة تشبع صغير و تخليه حتى يرقض بالجده فهمتوا و الموز و المعلى الروز فيهم بطبيعة الألياف و فيهم بوتاسيوم و فيهم فيتامين أو بيو سي فهمتوا بصراحة فيهم برشا حاجات فيهم برشا منافع و تزيدوا المناعة و يخلوا الصغير عنده الطاقة هيكا و المهم حصلوا فيهم برشا حاجات و فيهم سؤالات حرارية عالية معناها فيهم برشا حاجات باهية للصغير فهمتوا اه كهو اللبنات ان شاء الله كل فتكم اليوم و وقال لبنات في الجروب اللي قالوا لي زادا هابطلهم استاتيوا قالوا اننا يحبوا يحبوا يستفادوا كل ان شاء الله تكون الاستفادة اه والافادة و وصلتكم اه رجبا لكم على صغيراتكم كيبا قلت لكم ثلاث ايام لبنات ان اكدوا نعاود خطر رابع فهمة صغيرة عندهم حساسية فصلي عندهم بزادة في في عائلتهم كوراثة معناتها حساسية من الماكلة فهمة برشا عندهم حساسية اه راقبوا صغيرات قطعتهم الماكلة راقبوهم ومثلا لكل نوع خليه ثلاث ايام و هكاكا بعد نوع اللي صغير يكفي الماكلة وبطبيعة حتى الصغير بتوكي يبدأ اربعة شهور خمسة شهور شهور يبدأ الخضرة والغلة مرحية بالقدي بالقدي امبعد تبدأ هيكا حرشة شوي امبعد تبدأ لين يكبر بطبيعة 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 كده ولي طلع السنين ولي ياكل وكل شي فهمتوا كل مرحلة عندها حاجة هارا اه هاي مروه مروه بنتي كانت تاكر عجبتها البطاطا ظهر لي تاكيو بش في لبنات وبش في لصغيرات كم وربي فضليكم صغيرات كم واشاالله نحاول نفيدكم كانت عجبكم الفيديو وعجبتكم الإفادة قولوا لي تاكل مرة نفيدكم بحاجة بطبيعة كانت تجربتي كام دوزون تاو معلتها اه فهمتوا انفيدكم بطبيعة بتجربتي بتجربت اختي وببارشا تجارب وبارشا حاجات اللي عرفتم من الطبه ولالبيدياتر فهمتوا هاني اللبنات ويا أمهات الكل ما بخلتش عليكم بأي معلومة نعرفها وإن شاء الله استبدعتوا بالفيديو وأعجبكم وتواني ومريوما بنتي يقول لكم وصلنا بيكم لهذه الفيديو استبدعتكم الله الذي لا تضيع ودعهم بسلام الناس وكله في أمان الله سلام